أعزائي المشاهدين تعودتوا دائماً في هذا البرنامج أنكم تكونون في صحبة ضيوف ونجوم سطعوا من خلال مجال شهرتكم وهو يكونون دائماً في برنامجنا ضيوف وأيضاً أنتم ضيوف في منازلهم إحنا في ضيافة البطل بطل الراليات الإماراتي الخليجي العربي الدولي اللي حصل على لقب رياضي القرن من إحدى الوكالات الأوروبية وهذا لا شك أننا مفخرة ورفعت رأس لنا كلنا كخليجيين إحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في منزل البطل الرياضي محمد بن سليم نبين تعرف على هذا الشخص على خطورة الرهليات اللي يشارك فيها على مجال حياة الشخصية حتى من خلال هذه الحلقة عشان شديد نقول لكم تعالوا معنا خانكم نحن وياكم في ضيافتهم طبعا محمد بن سليم من الناس اللي معروفين جدا بوحمد مساك رب الخير محلا وسهلا نحن صدناك صيدة في الإمارات مثل ما يقولون كيف رديت أم لا رديت على التلفون كيف رديت نحن سعداء جدا أن نكون في ضيافتك في هذا البرنامج الذي يعرض للمشاهدين عبر القناة الأولى وفضايا الكويتية في نفس الوقت تسلم الله يسلمك بوحمد في البداية نقول لك حمد الله على السلامة نحن سمعنا في الفترة السابقة أنك تعرضت لحادث من خلال راضي للبنان فنقول لك ألف حمد الله على السلامة الله يسلمك الآن أنا أعتبر صار تاريخ خاصا صارت تقريبا سبوعين على المشكلة والحمد لله بس مجرد أشياء بسيطة باقي والحين ننظر إلى اللي جاي شير جديد رعاليات الجديدة خراص ما تفنيك إن شاء الله هالكبوة لا 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 مشاكلة تصير مشكلة كل في 18 سنة واحدة أكيد بوحمد يليد تشرحنا تشرح لك سعادة المشاهدين كيف صار الحادث اللي الله سبحانه وتعالى نجات منه هي يعني حتى ما كانت في المرحلة الخاصة يعني المشكلة أنا كنت نازل من مرحلة العاشرة اللي فوق الجبال في لبنان وأنا نازل بس شفت في المراية شفت النار مشتال يعني وره في السيارة على طول يعني كبيرة كانت مش شوية تقول لي نار بسيطة مثل المتعودين عليها في السيارات فوقفت وأنا أقول للمساعد مسكين عندي اللي رندي هاللي معاي 14 سنة أقول لأ قفز برع السيارة على طول ولا تسأني طبعا لين وقفت أنا أبغي ألمس زر في عندنا زر للسلام كله يحافظ على السيارة يعني يطفل الحرقة ما كان في وقت يعني هو لما مسكين قفز أظن وقع في النار فهالثرة ثواني حرقت الوجه وأياديه فلما حتم الدرجة ثانية أنا فتحت الباب صار بالإنجليزين اللي يقولوا النار على طول ادخلت قدامي ألمس الزر ما يقدر النار قدامي بس الحمد لله كنت لابس يعني البدلة بس للأزف أني بعد ما كنت لابس كامل ليش بعد المرحلة الخاصة من الحر الواحد دائما يفتح البدلة فرفست الباب قلت في نفسي هذا كله يمكن في أقل من ثاني قاعد بعد تفهم محمد وطلع والله على طول يعني فرفست الباب وغطيت وجه أقول لك واربي بحالي يعني قلت خفت صح إن جدار من اللهب ما تقدر شوف يعني جمع ما تشوف إلا أنت محوض بهالجدار لكن تقول هذا الاجدار كم بيكون سمكة نص متر 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 ونص روح ترقى شوية فرميت من نفسي يعني برع وكنت خايف أن السيارة تجيني من فوق بعد كيف أنت كنت نازم من جبل مثلا نعم من جبل لكن كان مثلا مثل شارع عام يعني مش كما كان شارع صغير كان شارع مثل هاوي يعني شارع كبير يمكن ست سيارات يساف طيب أحمد شنو سبب الحريق كان للحين مش عارفين يعني ما تصير لكن ما نقدر نقول هذه الرياضة يعني نعم خطرة لكن كثير من الناس يقولون محمد بسكة وأنها خطرة يا أخي ننظر إلى هذه البطولة صارها عشرين سنة في منطقة شرق الأوسط لله الحمد يعني ومن حماية من رب العالمين طبعا توفيق لكن في نفس الوقت عندك السيارات تغيرت يعني وكقوانين السلام موجودة وصار معلها فما في حادثة وفاة لليوم في هذه المنطقة لكن ننظر إلى الحوادث اللي يصير في الشوارع العام يعني فما تقدر تقول هذه الرياضة يعني خطر لها الدرجة نعم طيب أحمد ما مفروض أن هناك في المراحل من يتابع السائق في سيارة ويخبره بين فترة والثانية للأسف كان الأيام لكن الحين سنة 2001 طبق على بطولة الشرق الأوسط لنها رسمية نفس القوانين التي طبق على بطولة العالم فيعني ما تقدر ما تقدر أنك تقول هل هم غلطانين أو هم صحيحين ليش لأن الرياضة هذه لهم أسبابهم لكن تصور لو كان عندي مثلا الفريق فريق صيانة لو كان وراي ويتابع عني مثلا كان من زمان فتصور لو شاف هاي النار أو مثلا أول ما ولعت كان على طول قال يوقف بالجهاز لأن الحين لا تسمع شيء في السيارة من طبعا زعاج السيارة لكن لهم أسبابهم لكن الحمد يعني طيب بعد مشوار امتد إلى 18 سنة كما علمنا يعني من خلال سباقاتك نقدر نقول لنا أصبح قلب بحمد قوي مثلا على الأمور هم يسئلوني يقولوا لي محمد يعني خلاص ما مصار تشبع وأنك أنت الفوز الفوز أحب يعني من انتصار إلى انتصار أكي أنك لاب تكون على السيارة وعلى المنصب أنك تكون فايز حلو هالشي الحساس لكن لكن أنك أنت رغبة الفوز أحلى من الفوز نفسه صدقني قبر وما زل كتلاح لحل حداني موسيقى 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 طيب نحن نرجع حق البدايات لمحمد بن سليم موسيقى موسيقى من زمان يعني من متى تقريبا كان عمره 10 سنة كيف كل المشاهدين يحبون يعرفون كيف بدأ هذا البطل يعني عادة أن بحمد غالبية المشاهدين لما تقول لهم بداياته كانت في 9 سنين من خلال عمري 9 سنين بيقول لك أكيد كان في سيارة معينة كان يحط الاستيكر المعين كان القزاز كان يصلك مضرمة مشوية لا لا أيامها ما كانت هالأشياء بصراحة أنا نتكلم عن سنة 71 و70 كنت ورد بعدين كنت أشوف كيف يسوقون السيارات كيف يحط مثلا السائق عنده الوالب ما كان يسوق أظن أن صارت لحيث من زمان قبل لحظة يجيبنا ووقف فالله أرحمه كان دائما وكانت صحراء حتى المنطقة التي نحن نقعدين فيها هذه المنطقة صار لها كم صار لها أنا أذكر يمكن أهلي في هذه المناطق من 200 سنة فلما كنت أمر بلند روفر والله أنا ما أشوف شغير صحراء وهذه المنطقة التي نحن وسنها الوحيدة الوحيدة يعني شجرة وحيدة كانت فيها فكنت أمر ما أشوف الله ثعالب والله ورجع ما كان فيه ناس أيامها فكان لند روفر كنت أصرق لند روفر لما الوالد يكون نايم لكن كانت فيه أبغي إرادة أني أسوق فتصبر لند روفر طيب لند روفر سيارة كبيرة كبيرة عمرك 9 سنوات يعني كان أيام 11 سنة بس لحظة مش أني أنا أركب السيارة لا أنا لازم أدفش من البيت إلى تقريبا خمسين متر عشان أبي ما يسمع صوت يعني صوت يعني صوت يعني والله كنت لازم الدزهة لأن السائق من ذكاء كان دايب نحط المفتاح فوق يعني معروفة يا أخي حط في السيارة طيب يعني 11 سنة أخي نقول مو عشر سنة حتى أولا كنت تسرق السيارة سرقة الدزهة إلى ما توصلها خمسين متر وتأخذها كنت قصير القامة أو طويل القامة لا ما كنت قصير أه حالت يا لكن يعني بس قوي الباس أحط رجلي في الجدار و بعد يعني أتفرش السيارة طيب شو كنت تسوقه أكيد كان لا تقدم شو كنت تدوس النواسة وترفع وتشوق كنت والله أني كن صحيح دعشر سنة كنت حتى وقات حط شي تحت الكرسي بس بس لمنا اللي سلم كان أذكر حتى في رغبة عز يعني كانت كانت المناطق غير ما كانت في سيارات بهالطريقة كنا نطلع بره إلى الصحراء وكنت أولدي أصحابي قولي لي يعني يوم تشوفهم الحين أقول الحمد لله أنا ما ضرعتهم يا أخي نقلبي يعني بس انقلبت أيامها يوم كنت ولد أه أقول أين يا أخوة دور أصحاب مساكنين الواحد ما عارفوا كله رمو بس لا راحت ومرة من المرات كان أقريب والله شفت كانت في رائل مراد واني فاجأني واحد من وزارة الداخلية يقول لي محمد شو رايك نعمل توعية مرورية قلت لي إن شاء الله هذا شي يفيد فقال لي ما تذكرني يا فلان قلت لي لا يا أخي قال لي أين اللي كنت تتركبني واحد من الشباب فلان اللي كنت تتركبني وتودين البر وتسوقت لي يا الله شوف أنت وين راحت وين يعني يمكن أوقات كنت أفكر أقول أنا يمكن الاختيار اللي أنا اخترت يمكن ما كان كيفي يعني رغب رياضة راغبة وسبحانك يا ربي يعني بعد خمسة سنوات تصحى ولكن كنت تشوف نفسك في هذا المجال أقول يليتني كنت مثلا نشوف أصحاب وين راحهم لكن يقول هل أنا عملت الصح أو لا ما تقدر لكن كل أصحابي اللي هم صريحين معاي ومعنا في السم يقول يا محمد أنت أذكى أو أنك أنت مثلا كنت الوحيد فينا اللي اخترت الطريق الصحيح أو أنك محظوظ اخترت رغبتك وصممت عليها في نفس الوقت مرت بمشاكل كثيرة حولت كنت على وشك لني أترك لكن الله الحمد وصلت حتى كسر في رقبتي مرة عشر عالعام كسرت رقبتي نعم الفقرة الخامسة والسادسة حادث عادي حادث عادي في الشهر فما قدرت كنت مجبس مدة شهر ومص يعني المفروض أنت بطل الراليات وبطل السباغات وبطل السيارات ومشي أكيد قضاء قذر قضاء قذر لكن واحد ثاني كنت ليل حين ما عرفه من كنت في شارع ولف علي ودعمت العمود لون كنت تمشي سبعين وإيام حتى في ثمائة ثمانين كنت صارخ على ربط الحزام والله الحمد والطبق حتى أذكر سنة خمسة ثمانين عملنا توعية مرورية حملة في الكويت أم وبوسترات ورحت في معرك سيرة نعم كنت أنا المسؤول عن الحملة خمسة ثمانين من ستة عشر سنة وكم حتى لأنني كان في نفس الفريق نيكيلاودا إيامها فما أنا نيكيلاودا هو بطل عالم للفورمولا 1 فيعني لكن كان القضاء وقدر نعم كنت مجباس وكانت رقبتي لسفغر الخامس وستس مكسورة لكن كان عندي مفطار غبطر محمد تدخرى لي ترجع فلما كلمت الدكتور عندي كنت رحت ألمانيا أقول لي دكتور جبسني من بطني لرأسي فقال لي نوي الفكسي وشو فكسي قلت لزين فقال لي الفكسي فهو كان بروفسور ودكتور فجبسني ومسؤول كان حتى عن فريق الرياضة في ألمانيا فأنا بالصدفة أقول عندي سباق بعد تغريبا ثلاثة سابع ممكن قال لي فرشور قال لي بطريقة قال لي نعم قلت تعطيني رسالة قال لي أعطيك رسالة فعطني رسالة عطاني رسالة لكن قال لي لحظة لأنني رأسي كان مرفوع على فوق فنزل لي مرة ثانية في غرفة الجبس وقص الجبس وقال لي هذا الحد اللي أنا أقدر أخليك تشوف يعني نظرك وين والله رحت رجعت وخدت الرسالة وترجمت في السفارة ورجعت وكل حد كان ضدي كل هذا عشان تحصل بس أني أدخل لأنني كنت مصدر للبطولة لكن الله إذا يبق فيه أخي سبحان فجيت وقلبت الكرسي لعشان أشوف لكن كان واجع فيه فعطاني أدمية قالوا لي محمد إذا أكثر من حد معيان يغمن عليك فدخلت تمرنت لا أحد كان أذكر والله إيدي ما كانت مشلولة فتعوت بعدين كان المجلس اللي سلمت أنا كان قديم يعني واذكرني أقعد وتمرنت فدخلت الرياضة هل الرالي فست بالرالي وبالبطولة سنة 88 تلفزيون فرنسا أعطاني أشجع رياضي في العالم لسنة 88 ماشاء الله لكن هذا كان خبار سمحني لو تقول الحين الرجالين كم نعلم كانت رعبة أقوى طيب محمد اللي حنا نعرف أن منطقة الخليج مجتمعاتها دائما تكون مجتمعات مغلقة محافظة لها عادات وتقاليدها وخصوصا في الإمارات يعني نوعا ما يكون أكثر شوية فكيف كانت لدود الأفعال اللي حواليك من أهل في البداية في البداية نعم أولي اليوم يعني وكانت خاصة من الأهل والناس اللي هم أول من عرفه فأنت بعدك بس ما كنت أحسأ لي مكانتي ما كنت العارفين يعني أنا جيد أو لا أهل محمد جميعا هل بيسوق أنت تفتكر سواء أنا في سليت سوق في الصحراء ولا في البر لا فكان رفض كبير يمكن لليوم يعني من أصحاب الوالد يا ولد فلان لا ليش بعدك في الرياض يا ولد فلان اترك نقولوا لي يا محمد لا يا ولد فلان أنا أساس عشان أبوي فدايما لازم تجاريهم يعني تحاول أنك تشرح أن هاي الرياضة صارت عالمية ولها أهميتها لكن في نفس الوقت يعني بعد أحصل كلمة المبروك وما قصرت يا محمد وربعت الرأس يا محمد نعم لكن في نفس الوقت سمعني يتدير بالك على نفسك طيب كم مرة حصلت تقام الوالد لما كنت تسرق سيارة لا لا مرة ضربت الله يسلمك لأنك أنت حاول أود سيارة طابق الثاني يا والله والله أنا ما أنساها كيف تبدي سيارة طابق الثاني كانت من دي سنزاكي وصغيرة فركبت على السلم والله أذكر ركبت السلم وأنا أقول والد محد فأنا أمعير الوالد أن أبوه كان وزير في الوزارة فكان أعرف أن يوم الأحد مجلس الوزارة يجتمع الوالد ما يكون موجود حلو أعرف مضبط الخطة نعم مضبط فاليوم فدخلت أظن الوالد جاء الساحب وغجب الله أعلم كيف بأي وسيلة الله يبيه الله يرحم وكفوك الله يرحم ما سمع بس كانت الله سلم كل أيام هاي السيارة كانت تخلط الآيل والبنزين وكانت ريحة فمزارة البيت بس بحمد شون تصعد سيارة لدور الثانية عن طريق السلم صراحة وديتها نص ما كمل شلون وشون صعتها يعني طبعا إنهي دفع هي أربع عجلات نعم أربع عجلات طبعا سيار سيزاك الصغير أنا وصلتها كان الوالد شافني من فوق طالعني وهزر أنا محمد أعقال أرجع أرجعت سيارة وجبت المفتاح أقال لدع خطها من غاصر الرياضة التي تتمارسها لا تخلو من المخاطر فشي يكون موقف زوجتك ومعيالك والدتك أخوانك ربعك أولادك في نفس الوقت خصوصا بعد الحادث الأخير اللي صار لك الوالد على أي ورس لكن بعد أم الأولاد يعني تعودت قالت محمد أنا ما أقدر أمنعك يعني عن مثلا الشيء اللي تحبه باتر لو أنا منعتك وخليت خيار يا أنا يا ما يصير باتر أنت بتقول لي أنت اللي مخليتيني وأنت اللي نسيت أنت أحين الله موفقنك بس دير بالك على نفسك مثلا وأعرف متى يتوقف وهذا صح يعني أنا بعدني أحس الرغبة جسمي ما قال يوقف فكري بعدني عندي ردة الفعل هذي بعدني اللي أعقى موجودة فليش سواوا يوقب حادثة لبنان شو كانت ردة الفعل لله الحمد طلعت على طول في التلفزيون في نفس الوقت التلفزيون الإمارات يعني كان جاي أنا أقل محمد على طول تعال سواوا كان أمر يعني جاي وطلب يبي طبنوا نعم يبوني طبنوا يعني ف لكن الحمد الواحد تعرف وقت تحس يعني كيف الناس يحبونه وكيف حتى الناس مش من بلدي وحكومات مش من مش حكومتين اللي أرسل طيارات خاصة واللي أولي عهود الناس يعني اهتمام يعني الواحد يقول لا الحمد صدق بالضبط والله لو فيك يعني الألم أو شي تنسى والله الحمد هذا اللي يبقى لك يعني نخل هذه الكوس والجوايس ما يبقى إلا والله محبة الناس على أطار الكوس والجوايس يقولون أنك فوضوي كلما خط لك سقطعت في المكان يا في ستور يا في دوان لا فوضوي لا يعني ما لك أرشيف معين تحتفظ ما أرشفت من خلال 18 سنة شي لا لا لأن ما أدري يا أخي صور أنا ما تصور نفسي يعني ما أقدر كيف يا أخي أحط صورتي في بيدي يا أخي لا وش تأصرت في يعني 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 صورتي يعني يعني حتى هذا اللقاء صدق لي ما بشوفه ليش من من 10 سنة راح يكون مميز لو من 10 سنة ما ما أحب أشوف اللي أنا أعمل الأشياء اللي أنا وأتراجع رالياتك أبدا أخطائك يا أمكن أنت صغير على العين وراسي يشوف بيجي بالطالع ما عندي شغلة للراليات لكن الحين لا أفدني أشوف كلها راليات لا بس حتى الصور نعم لما أرجع في شنطة موجودة يرمون فيها صور وطبعا في مكاتب الصحاف وهذا عندي بالصور أول فنطر مثلا بعد بعد ما تعد تحط الأرشيف هذا مثلا تبتعد عنها الرياضة تحط لك ذاك الأرشيف عشان أنكد عن نفسي وقول يا ليتني موكا لا 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 أكيد يعني إن شاء الله يمكن أن أحط هالأشياء طبعا لأن حرام منها ترى بس ما أدري للحين طيب من خلال الدردش اللي داشنا وياك فيها قبل شوي قلت أنا إن شاء الله والحمد لله قلتها بشغف نكره تعود إلى الكويت وراجل الكويت كان فيه هناك أعتقد نوع من المال الألغي لأنه كانت مشاكل ونحن على اتصال يعني دائما مع النادي ومع اللجنة الجديدة وودني أصدقين أنه كان هذا الرالي الله عندي ذكريات ودائما نقول يا رالي الكويت أياما كانت المراحل 144 كيل والله أنا أذكر أنه نطلع من منطقة قريبة ونوصل للعبدالي ونرجع اللف عند حدود السعودي ونرجع هاي كل أيام كانت حتى سنة 85 كانت الحرب العرحقية الإيرانية كانوا حتى فريق الصيانة نبغي نوصل نقولهم بالمكان لأنهم نحصلهم بالإنجليز شردوا خوافين نبغي لي بنزينة نبغي لي صيانة نتصلهم بالراديو يعني قلوا طلعوا على لا حربنا شفناها عرمي تشوف كل شيء والله نعمد يعني أنت في ذيك المنطقة كنت تترون الحرب كيف والرمي ونعلم يعني كانت لأنه كان ليل فكانت تقول ما ذا عندك عاصفة وشي يعني كل السمع يعني تكون مولعة وتسمع الدوية وكل شيء لكن ما حتى الخوف تعرف ما أدري إثارة يمكن كانت تعجبني بس هاي الأجانب يسمعوا كثير يتأثروا بالإعلام يعني فلها السبب يعني أظن يشوفون دائما أضحك على الأمريكاني عجبوني يصحك عليهم كيف هالشعب يشوف الأفلام ما لو يصدق الأفلام والله يشوف يصدق اللي صاير واللي عقب يشوف هذا ريل تي بي اللي عندهم ويشوف هذا اللي أنقذلي بقارة اللي زلهم يقول أنقذلي شاء ولا شيء بكرة بيسوي لك فيلم عننا الشيء بيكتب البيوغرافي كتاب ويمكن العيض يعقب ثمان سنوات يكون رئيس الحلبة هذه قوة في صناعة السينما يا أخي على العين ورأسي نعم أنا أحترم السينما أحترم السينما أحترم مثلا لما قالوا لي هذا فيلم أتلانتك أو شيء أتلانت شمونا تايتانيك 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 جاب مليار ومئةين مليون من العائدات دولار هذا تأخر نومي لبلد هذا تحترم ميزانية نعم ميزانية دولار تايتانيك ميزانية 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 أبو أحمد هناك لا شك محطات هامة من خلال ثمانة عشر سنة قضيتها في هذه الرياضة ماذا تتذكر من هذه المحطات؟ الحاكثة التي صارت طبعا هذه كانت نفسها لكن هذه واحدة لكن بعدين تتذكر هذه الحاكثة ليست الأخيرة لا التي كانت قابل لكن لكن بعدين أخي تذكر تذكر محمد كيف تشفت حضارات شفت ناس قابلت ناس قابلت حتى أولي أمور أحساد يعني أشياء حلوة أن الواحد لهذه الرياضة لا جيت أنا لأني والله أنا من مثلا رسلتني الحكومة رسمي أو شيء لا بنفسي عملت هذا الشيء فشيء حلو يعني حلو تستنظر أن تكون سفير لبلدك راح يتقدم شيء طبعا يا أخي الرياضة الرياضة مثلا ما حد يقدر مين يقدر يوعد يعني سواء كان فريق كرة قدم ولا في رياضتي من يقدر هذا الإنسان الجاهل اللي يقول لي أنا بروح مثلا بلد وأنا بفوز بهاي الرياضة ما تقدر لكن أنك أنت تقول أنا أقدر أعطي مية في المية من عملي خسرت أو فست هذا شيء ثاني لكن اللي تقدر توعد فيه أكثر هو أنك أنت تكون مرأة لبلدك صحيح يعني بالأخلاق طيب معاملة الناس وهذا اللي يبقى يعني من الأخير فهنا صورة طبع هذا قادر عليها أي إنسان قادر عليها لكنك أنت تفوز ما تقدر هذا الشيء يعني هذه بحذات الفوز الكامل يعني طيب بوحمد على طريق الرياضة واختلاطك في الفراق وغيرها بوحمد أكيد استكمل دراستك الجامعية نعم في أمريكا كنت أبغي أرجع ومنما كنت أبغي أرجع لكن سبحان الله كان عندي مثلا مي يكم أربع سنوات ونص ونتقردت من دراستها الألغة الدولية اللي هي نعم 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 فالفكر سينس كان يعني بس علوم سياسية لكن أحد يقول لي مش المجال نفسه طيب لا بالعكس بالعكس علاقات كلها علاقات يعني حتى اللي انتهى نحن نسوي علاقات أكيد نعم فأنا تصور اهتمامك الحمد لله الرياضة لم أبعدتك عن مجال الدراسة هل اليوم كنت في أمريكا تدرس كنت تتابع تروح المصانع تشوف روح نعم الراليات كنت تتابعها هنا إلا السباقات ما عندهم راليات الأمريكا نعم سباقات فلا إلا عندهم الدراقسترز اللي ما شاء الله في الكويت اللي هم التسارع اللي في الحلبة حلبة فإن شاء الله نحن في البحرين بصير وعندنا إن شاء الله في دولة الإمارات على نطاق صغير بس كنت أروح أشوف هالأشياء أو أني أروح أرمي أحب الرمي كثير عندك هواية ثانية نعم الرمي هذا قبل حتى في وقت السيارات يعني أجمل على الحوى أنظف وأدرس كيف حتى الرصاصة كيف الفلوسيتي مالها سرعت أعمل شيء أحسن من المصنع عندك كل هذه أنا قبل شيء المعد محسن نسألك قال لك تأخرت قلت لها أنا ما تأخرت بس كنت سهران ما أنمت توقعني على كمبيوت فرطال أحسن لكن قلت أنا كنت أقرأ شونه تماماتك في القراءة تاريخ القديم تاريخ العربي العربي والمنطقة الشرق الأوسط ككل يعني تعجبني الأثار أبو أعرف مين كان مين مور يعني لما حتى الواحد يروح مثلا لما سابق في الأردن أو سوريا تروح يا أخي شوف المنطقة عرض الأنبياء يعني مرف يعني يعني تاريخ من ثلاث تلاف أربعة تلاف سنة أنت تعيش لما تمشي ما شاء الله يعني المفروض يكون التركيز في الطريق أنت تركز في الطريق لا في التدريب حتى مثلا بقي فيه هذا التاريخ طبعا واحد ما يقدر يقول بالضبط بس المنطقة اللي مثلا يكون فيها معاي المساعد وقف يام حمد أقول إيش قال لي والله هني ولد مثلا نبي أحياء بن سكرية فتطلع تطلع على السياق والمنطقة هو هالمكان فتاريخ هني مثلا معركة مدري يعني برضو سباق الراليات فادك في أمور ثانية اللي هي معرفة التراث وغيرها واحتكاك في الناس والعلاقات برضو أنت غلطت فيها شي فعلا مجال تخصصك هو نفسه مجال غلطت فيها طيب يعني فادني هنا والرياضة فاد منتاز أكيد لما نقول منطقة الخليج معروفة الرياضة الأولى في منطقة الخليج هي رياضة كرة القدم في كل مكان في كل مكان أوه خلص صرف نقول نحن في الخليج خلنا تكلم في الخليج يعني كنا خليجيين أخوان في نفس الوقت يعني فاللي يشد رياضة كرة القدم هي خلنا نعترف أنها هي الأولى في منطقة الخليج وفي منطقة الوطن العربي عموما ليش تأثرت فيه رياضة السباقات ورغمانها بعيدة كل البعد عن اهتمامات غالبية شباب الخليج قال لها واحد قال الله يا ناس يعني 22 شخص يركضون وراك كرة يقول عطهم كل واحد كرة كرة يقول وما دال ما شاء الله عليهم كل واحد أكبر من الثاني لا ما كانت الإثار أني أنا أشوف هاي الكرة يعني ما كانت شدني كثير نحن لليوم مثلا تعجبني الكرة زي أنا ما أقدر أقول لك اللعبة الجيدة أشوف المباريات الكبار لكن بغيت شي يا أخي شعر جسمي يوقف يعني أبو شي إثارة مغامرة عندك الحب مغامرة نعم حصلت نعم من هذه الرياضة فكنت أروح الدكتورة بقول لي ودوني كيف أنت بتكون جاهز للرياضة ف دائما هذا وجه البطن ويكون مؤذود وقت الخوف كنت أقول لي قال لي هاته شي طبيعي بس لازم تركز عليه ما يكون أكثر من لازم خمستعشر سنة شفت الدكتورة قول لي يعني ما زال عندي ليش قال لي يصل لو راح هذا رح تنتي يقول لي هذا لازم يكون موجود بس طبعا بالنسبة معينة شكرا لازمت كيف تتحرك أنا كيف تتحرك الله سلام كيف تتحرك القاعدة هذه لا شيء لو تركب السيارة الثانية تشوفه أكثر وكثر نعم، لكن تعودت تصور واحد عمره ثمنتعشر سنة في هذه الرياضة دائما تسكر عليه لكن صدقه حس بالأمان أكثر الآن، تعودت نعم، لو تجيب لي السيارات اللي كثير ما لا 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 لا، لازم ألعب، لازم تتعبث فيها، تغير فيها، لازم أنا عندي سؤال، يقول سؤالي، زمان على مستوى الخليج، نسمع بسعيد الهاجري يعني في فترة سابقة، صحيح، في الثمانينات، نعم، نعم، يعني سعيد الهاجري، سعيد الهاجري، فترة، اختفى سعيد الهاجري بظهر محمد، يا سيد سعيد بالعكس، الأخ سعيد هو كان ضدوتي، سعيد كنت أنا عارف عنه قبل لا أبتدي أبغي أكون مثله، أبغي أقابله، أتعلمت من سواقته، وما زلنا نفتقده، ليش؟ لأنه ما شاء الله عليه، يعني، لكن طبعاً هذه الفترة ما تقدر يعني، الفترة الثلاثة عشر سنة اللي اختفى فيه سعيد أو اهدى عشر سنة، ما هذه راحت ما ترجع، بس أنا كنت دايماً يعني كنت أقول لك سعيد، لأني كنت وراه، وكان سعيد كثير تدرب، كثير تعلم، وشريع، فكان دا يغلبني يعني مدة سنتين ثلاث سنوات، فبعدين عرفت كيف أني أغلبه، وتفوقت عليه، فقلت له، والله ما أنساه، قلت له سعيد ثلاث سنين، شبعتني أني أشوف سيارتك من وراء، الحين أنت شوف سيارتي من وراء، والله العظيمني، هذه الكلمة قلت له، ما أنساه له، والحمد لله من بعد هذا، كان سعيد خلزين، فبعدين قاعد سنتين، حتى ويقول يقول محد شردني إلا فلان مثلا، إلا محمد، وأنا فأقول في نفس الوقت، أقول السعيد يعني أسطورة وبيتم، لو أن يعني انقطع الهدعشر سنة، يا أخي هاي النجومية، هذه النجومية يعني ما تقدر تصنع من الإنسان يعني بطل على عين وراسي، بس يمكن ما يكون نجم، لكن النجم هو بطل. الفراري هاي الفورتي، أذكر أول قالوا ما بيعملونها، فبيعملوا منها 200 سيارة، فبغيتها لأن كلها شوف إذا بتنظر لا يعني حتى ما فيها مسجل، ولا فيها أي شيء حتى، ما فيها ثلاث؟ لا لا أبدا، لا هي لأن معمولة يعني خفيفة، ألياف مثلا، ما فيها أي شيء على الكهرباء، ما فيها الكماليات، كم موديلها؟ هذه سنة 1989، أول ما طلعوها نعم، بس احتفال فراري بالسنة الأربعين لمصنعها، نعم، الفورتي، نعم، الفورتي، فطلبت وحطيت فلوسي بعد سنة ونص وصلت لي السيارة، نعم، وكانت أول سيارة في شرق الأوسط، وبعدها كانت الففتي عمله بعد طبعا سبع سنوات، ما كانت عشر سنوات، اللي هي هذه السيارة، وهذه يعني حتى هيكلها من الألياف، ونعم، شكرا، يعني الواحد من يقدر يأمل، لا بالعكس، الألياف أقوى من الحديد، نعم، أنا شفت سيارتين حمر هناك، وهني سيارتين رصاصية، رصاصية، نعم، أنا حب رصاصي، حتى عندي بعد ثلاث سيارات هي رصاصية، كلها سبور، سبور، هناك فراري، هناك مرسيدس، هناك جاكوار، الله سيمك أقول لك، هاي السيارة، مزيدة بتنظر لها، هذه صنعت منها خمسة عشر سيارة، أول سيارة وصلت سيارة، ليش لني عملت عليها التست، التقنية اللي فيها يعني المعادن اللي فيها، سيارة صنعت من الحلبة، وحطوا فيها كرسيين، بدأ الكرسي واحد، وحطوا فيها مكيف، ونعم حطوا فيها راديو، وقالوا يا الله، يعني يمكن هي مش سيارة مثلا أنا بقول لك، ربح منها المصنع، لا، هي سيارة خسر فيها المصنع، خسر كثير، كل سيارة باعها خسران فيها، لكن استعراض قوة، عضلات، أننا نحن نقدر نصنع سيارة مثل السيارة، حتى المصنع عمل لي محرك، غير عن المحركات الباقية، نفس السيارة؟ نعم هاي السيارة محركة غير، بس عشان محمد بنسليم، غير عن نعيد باقي سيارات النفسية، نعم نفس السيارة، هل اقتناء في هذه السيارات، يعني عبارة عن هم عدد المصنع، يعني بصراحة، لا بصراحة لا، أنا أحب السيارات، أحب السيارة، لما أسوق، أركب السيارة، الله يسلمك، أحب أنها، ليس أي سيارة، بس وسيلة تنقل، أنا أخذها كمتعة، وهذا السبب، يعني لما أسوق، في أماكن، في خالية، أو في حالبة، أو شي، تشوفني يا حرق، تشوف عيوني طلعت، فهذا اللي خليني، تعجبني السيارة، لما تأخذ مني، أعرف يعني السيارة هي سريعة، وأنا أنظر الأشياء، مش اللي، والله لأنها واحدة، نعم، يمكن لأنها نعم، خمسة أو عشر سيارات، لكن المعادن اللي فيها، طيب وحمد، خانقول لا سمح الله، كما حصل في الظالي، مثل هذه السيارة، طيب لا تنسى، سيارات الرالي بعد، نفس الشي، نفس الشي، نفس الشي، لأن فيه القفص الحديدي، وفيه الكراسي، نفس الشي، فالصعوبة للدخول، الخروج من السيارات، نفس الشي، بس بعد هذه السيارة، يعني فيها، الزر، لا أسمح الله، لو فيه حال شب حريق، ولا شي، بس الزر، وتروح، لكن تعرف، من، يعني علاقتي مع المصانع، صور، يعني صارت الحين، شركة فورد عملت سيارة باسمي أنا، تعرف هذا اعتراف له كل عربي، في عمرهم، شركة المصانع ما سووا، أول مرة شركة كبيرة، مثل هذه الشركة، تصدق اسمه خاصة عربي، محمد مسليم يعني ادشن، إنها رسمية تقدر تشتريها من الوكال، نعم، توزع على جميع، نعم، لا، في الشرق الأوسط، لأننا عملناها لمنطقة الشرق الأوسط، بس أنا تعترف فيها، يعني تعترف باسم هذا، ليش، لأنني فيها، كان يسلم كل عندهم دوائرهم، اللي هم مسؤولين عن السلامة، أنه لو بكرة حيد رفع دعوة عليهم، لكن لا يلحم معناه أن هذا اعتراف، يعني لو صديني صارت خمس سيارات فقط، هذا فخر لكل عربي، عربي يعني انسي اسم محمد، لو حتى خمس سيارات صنعت، هذا أنا أعتبره كفايل، لأن دائماً بسامي أجنبي يعني، ومن، سمحوا لي أن الله سلمك بعد وراي طيارة، حين رايح على المصر، أحنا عموماً مرافقينك مرافقينك، مرافقينك، أين؟ المطار، لما تركب لطيارة، لا عندي شغل أول، بعد بس سعد، أنا قلت الحين، وبرتاح يعني، زين، أين رايح؟ المطار، أنا خاف أقولكم، هل تصلون هناك؟ أنا قلت لك المطار، قلتني بروح المطار، بروح المطار، أوكي، بروح المطار، وين بساعد؟ ما بتروح؟ خاف تروح البلد اللي أنا رايح لنا؟ لا، لا تراف، ما راح أروح، زين، مصر صراحة القاهرة، لأن عندهم نعم، عندهم سباق اسمه الأوتو كروس، وداعيني كظيف شرف، واني بالسيارة، يعني استعراض الرياضة، فإن شاء الله ترجع الرياضة مثل ما كانت هناك، وإن شاء الله بصراحة يعني ترجع في الكويت، وأتمنى من الأخوة في الكويت، أن يعني خلاص المصلحة العامة، أهم المصلحة الشخصية، وها شيء عارفين، نحن حصارت لنا نفس المشاكل، في دولة الإمارات، الحمد لله، وانحلت، لكن ما حرام أن نخسر هاي الرياضة في دولة الكويت، ونحن ننتظر لأنه بيكون دفعة لبطوة شر الوسط، وأنا أوجه لهم رسالة، أقول لهم خلاص، كفى، ما في شك، عموماً، سؤال الأخير، وبسيط، قبل عشر دعقة السؤال الأخير، حسناً، تفضل، لا، مو الأخير الأخير بين يوبينك، السؤال على الطائر، تؤمن بالفعل الطيب؟ نعم، أكثر شيء، نعم، الفعل الطيب، أما، لا تشائم من شيء معين؟ لا يا أخي، لا، أما إذا تشائمت، ما تحصل الشام، تفاعلت خير صدقني، طيب، طالما ما تتفاعل دائماً، نحن نودعك في المطار، عشان نكون نفعل الخير عليك؟ نعم، فش رأي؟ أنا قلت، اللي جاي موارا، حاضر، حاضر، في المطار، أساس تقول، والله يذكرهم بالخير، فعلهم طيب عليك، إن شاء الله، عاد يكون فعلنا طيب، حاضر، إن شاء الله، بإذن الله، موسيقى الحمد لله، ولو أني، لا، أنا، أنا نسيت أني، أنا متوعد وياكم، أنت دائماً سريع في المشي، دائماً سريع في السيارة، المشي تقريباً، المشي مش كثير، بس يقولوا لي أوقات أني سريع. أنا عمداً أبغي أمشي بسرعة عشان أروح وراي طيارة، أبغي أريحكم أنتوا من هذا العناء، الله يسلامنا عكس احنا مستمتعين جدا اولا معك ثانيا لو بقول مثلا كفير الاسفار محمد بن سلي كنت كثير الاسفار الحين اقل يمكن باربعين في المئة لكن في نفس الوافط بعدني اشوف انها كثيرة تعرف يعني المشكلة اكثر شي اولاد الواحد يعني لما كنت اه كان اولادي اصغر ما كانوا يحسون بس الحين اولادي يحسون دائما ان يما اطلع امترجع لهم اكبر تخاف انه يجيك يوم الايام تقول يا اليتني كنت معهم يوم في هذا العمر هذا الزين لان خلاص من يكبر وما تقدر شوفهم طيب وجودك معهم اخي لازل ما شاء الله اولادك اولا ما تعرفنا على اولادك اعمارهم عندي سبع اولاد اكبر واحد سبعطاش واصغر واحد سيف لوه ست سنوات ونص لكن اللي يصير لسلمك انه ومين الوقت الواحد يعني هم يطلعوا ما شاء الله الساعة السبع اذا كانت المدرسة يصحون فانا دائما الغداء الوجبة او الوقت الوحيد اللي انا ما خلي حد ياخذ عني يعني لو يعزمني مما يكون مروح مطروح دائما لا 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 دائما مع الوحيد لانه وقدتم لما يرجعون من المدرسة وبعدين رجعت هنا المسابة يرجعون هم مسافرين طيب اقول يعني نايمين نايمين طيب احمد ما شاء الله سبعة عشر سنة احمد عدل ميولة درجات سيارات كم فيوترات الله اعلم ما رح يكون مثل ابو في يوم الايام اذا بغاش اقول احسن لي بدل ما اقول لي والله لا خني اوجه التوجيه الصحيح ان ما يقدر ان مثلا ايا بدل ما يتأخر سبع سنوات لين يوصل لي انا وصلته خلي اوصله في سنتين يعني ما اقدر اقول لي لا يمكن ام اللي بتتعب كثير يعني يعني تقول لي بسني انا منك انت بعد تجيب لي الولد انا من لدينا عارفين كلنا ان محمد بن اسليم بطل في الوطن العربي ككل من ينافس محمد بن سليم الآن في الوطن العربي فيه يعني لا تنسى فيه سواقين كثير جيدين يعني وين لما يكون فيه اهتمام يعني عندك من عمان فيه لخ حمد لهيبي عندك من السعودي لخ عبدالله بخشب بس ايش المشكلة المشكلة انا ظن ان ما فيه التزام يعني يروح سنة يختفي شوي يرجع ما ادري اخي يعني ما انهم سواقين بالاكس صح ان مثل لخ عبدالله انا شوفه يعني يمكن كثير مهتم وخاصة فيها الاخر السنتين او الثلاث سنوات تتغير بشكل كبير يعني من كان اول وين والحين وين واقول له مبروك وصحيح يمكن في اخر 11 رالي اشتركنا انا فستي ممكن بعشر وهو فاز بواحد لسه مش معناه ان عبدالله يعني انه ما عندها الا السرعة بالعكس عبدالله اللي يخافه لما يدخل وحمد لهيبي اكيد لما ييجي ونتمنى السواقين الباقين مثل سعيد الهاجري لكن الاسف مثلا فيه اخوان من الامارات بدوا وخلصوا في سنة وسنتين نعم نعم طيب لو اكيد لقبت بأكثر من لقب من خلال صحافة من خلال لقاءات شنو اكثر الالقاب اللي وحسيت ان هاللقب هذا فعلا يعني حاز حاز على رضاك نفسي انا بقول لك يمكن رياض القرن رياض القرن هاي ما كانت من مؤسسة مثلا محلية بقول لي مثلا جريدة او مجلة او اتحاد رياضة نعم رياضة لقم في دولة الامارات ولم يكن من مثلا من تلفزيون او شي محلي كان من مؤسسة دولية مثل وكالة الانباء الفرنسية وكالة الانباء الفرنسية يا اخي هي اكبر وكالة الرياضة نعم فرنش السنسياتي برس فلقبوني بعد ما عملوا نوع من من يعني ان شافوا مين اللي يعني هذا اللقب اللي نعطيه في بعض البلدان ما عملوها ليش ان ما كان فيه رياضي يعني بس اختاروا الاماكن اللي وجدوا فيها حد مثلا بنتائج فكان لقب كبير وما زلت افتخر فيه يعني هذا شي كبير تعرف واشياء الواحد يفتخر فيها اللي تبقى مثلا اوسمة اللي حصلت من قادة الدول العربية هذه بالنسبة لي تسوى لو عطيتني فلوس البلا يعني هاي اللي تبقى تبقى لك والأولادك وتحس انك وصلت عن طريق الرياضة الى قوات الدول يعني تحترمهم وتشوف نفسك طيب وحمد شنو من المقابلات خانقول على على سبيل القوات الدول مثل ما ذكرت انت نعم اللي اثرت في نفسيك من كلمة مثلا قيلت لك من خلال هذا الشيء بس اننا قبل شوية يعني في فترة سابقة سألفت يا قلت لي انا حتى اخوي يصلك دبلوماسي تغيبا لا اخوي اخوي الكبير يعني يعني يعترف الحين داخلا باللي انا اسوي بس ما يبغي فرجين ان هو يعترف عشان انا ما اتم في هاي الرياضي يقول انت شبعت من اخلاص 18 سنة لكن كثير يعني انا اعزاز علي مثلا امير البحرين معز كبير يعني افتخر فيها مرة قال لقدام الناس يعني قال محمد مش فخر لا الامارات فقط لكن قال فخر لي البحرين والدول الخليج والوطن العربي هذا شيء انا اعتز فيه هذا كلمة الواحد يشوف يعني اكيد نعم الرئيس اللبناني فخامت رئيس اللبناني امير الحود نفس الشيء المرحوم جالة الملك احسين هذا يعني علاقتهم يعني كانت كثيرا وينظرون للرياضي يعني يفتخرون فيه فبالعكس يعني هذا الشيء اللي بقالي يصدقني كل اشياء زايا يعني لا هذي شيء نعم لكن تدري أن الرياضة السيارات يمكن عمرها الرياضي أطول تشوف سواقين بعدهم في الخمسة واربعين سنة أنا عرف بطال عالم للراليات الصحراوي لهو الفرنسي جون لويس لشال كم عمرها عمرها اربعة وخمسين ومشاء الله التنس يعني يمكن أقل بكثير كرة القدم أقل بكثير خل البوكسينج عند أقل نعم نعم يعني لا بس الرياضة السيارات يعني نعم أطول شوي طيب لو قلنا بعد أيضا شرايك منكمل في الطيارة؟ والله أنا ودنا شرايك أن هذه هالكوبة ترى على فكرة نغزمونها نغزة أنا أنا قلت بضع هو طقوس محمد بن سليم قبل الله يركب السيارة بغيت أقوله طيارة صدق لخبطني التركيز التركيز وهي هذه نعارفين أنه كل واحد أصعب فترة يصل الوقت هذا أنك أنت تبتدي طبعا إيماني بالله الحمد يعني دائما أذكر رب العالمي أقرأ المعاوذات أقرأ الفاتحة دائما هذا الشيء واجف في كل مرحلة مش إلا بداية سباك كل مرحلة ووقات أتمنى أكون لا شيء من الضغط اللي علي لكن من يبتدي الرالي وتبتدي أول مرحلة خلاص بعد خمس ثواني أنا يعني أتمنى أكون المراقب اللي برعني ولا أكون محمد بن سليم أتمنى أكون واحد من المتفرجين لكن من يبتدي السباك انتهى كل شيء أتمنى أرجع نعم خلاص وما أتمنى أكون حضرين أكيد هما اثنين وبس سباك خلاص راح أخليك تسافر ها سمعت من المتفرجين لا لا بجد سوء لن أخليك تسافر أولا بسألك وين رايح وليش أوكي ها سؤالين هذا سؤال واحد من شقين جاوبني على ما أدنك رايح إلى مصر عندي استعراض لبطولة السيارات ونحاول نعم دولية واني أنا أكون ضيف الشرف أجرب السيارة أروح أخذ معي أحد من الصحافة فهذا الشيء يعني زين لمصر مصري يعني كبلة كبيرة تأخذ أحد من الصحافة يمكن يمكن ونطالع عيك شكيف يكون الوقت نروح لا بس سؤالين أخذ مبالحين إن شاء الله سنل جاية أيها وهل السبب يعني رايح إلى الأوتو كروس طيب سؤال أخير 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 صدقني أخير هل أصبحت مليونير بعد هذا المشوار الطويل من السباق مليونير ووو هذا المليونير مليونير يا أخي تقول لأنا مليونير أوكي الغناء صراحة أنا غني بأشياء ثانية لكن فعمري ما كان المال لي جيت من عائلة يعني الحمد لله بخير كان موجود أخي نعم لكن ما غرتني صدقني الفلوس وأنظر لإذا ما كانت وسيلة هذه المتاع يا أخي وين بتتروح جاني مرة كنت قاعد ما أنساها رايح في الطيارة وجاني واحد من أغنياء هذه البلد أنت تقول لنا هذا الواحد غني وللأسف يعني بنرجع لها النقطة مرة ثانية لكن قال لي سؤال أول ما عرفني ولد فلان كيف حالك أول سؤال تسوي شلوس مني وراء هاي الرياضة والله العظيم هسؤالك أنا ما رديت عليه وقال له ما شاء الله عليه قالت له يا فلاني عمي أنا الله عطاني هالكثر ومرتاح في هالكثر وناس عطاهم والله هالكثر ومرتاحين هالكثر أقصد هو مدري فهمة ولا لا وحمد ما تمسك في الكلام ما شاء الله عليك لا صعب لا ما حد ما يمسك بس تدري مثلا هاي اللي يقولون مثلا عننا العرب مثلا الخليج والعرب ما تقول منطقة الخليج سواء في الكويت ولا السعودية في الماء كل واحد يظنون هاي لجانب أنه عنده بير بترول في بيته صدق بس أنا أقولهم يا ناس يعني للأسف هاي الأمريكان وهي الأوربيين اللي يقولون هذا الكلام هذا لو تنظروا لهم في أمريكا يعني ما يقارب 30 مليون مليونير عندهم اللي يقدر يشتري سيارة بـ 200 ألف دولار مثلا يقدر يشتري لبيت بمليونين دولار فينظرون نحن حكي نحن نتمنى لك وكل المشاهدين أيضا يتمنون لك من خلال هذه الحلقة سنقول السريع أنا وعما كما هي سباقاتك نعم نتمنى لك التوفيجة هذا فخر لنا كلنا كعرب وكخليجيين الحقيقة أن يكون واحد مثلك يعني شرفنا في المحافل نقول لك بالتوفيج مع ألف سلام وحنا شاكر لك جدا على هذه الاستضافة اللي كنا بصراحة كنا في ضيافتك ولو كانت بشكل سريع لكن كانت جميلة لغرفتك والجايات أكثر من أن لك سفرة سعيدة عسر الله يوفجك تروح ترد لنا الله سلام إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر